السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلاب الصف السابع في درس جديد من دروس الرياضيات وهو الدرس الخامس من الوحدة الأولى بعنوان جمع الأعداد النسبية وطرحها الجزء الثاني سنتعلم في هذا الفيديو أولا استعمال خواص العمليات للجمع والطرح ثانيا إيجاد المسافات على خط الأعداد في الفيديو السابق توصلنا إلى أنه يمكنك جمع وطرح الأعداد النسبية بنفس طريقة جمع وطرح الأعداد الصحيحة مثلا أوجد ناتج سنقوم بتمثيل هذه المسألة على خط الأعداد لكن قبل أن نقوم بذلك تذكر عزيز الطالب يجب أن نقوم بتحويل الأعداد الكسرية إلى صورة A over B ولذلك تذكر هذه القاعدة C and A over B equal C multiply B plus A over B والآن لنطبق القاعدة في العدد الأول negative 2 and 3 over 4 يصبح 2 multiply 4 plus 3 over 4 equal 11 over 4 لاحظوا أن الإشارة لا تتغير أي تبقى كما هي إذن negative 2 and 3 over 4 تصبح على صورة negative 11 over 4 وبنفس الطريقة سنقوم بتحويل العدد النسبي 5 and 1 over 4 إلى صورة A over B نتبع نفس القاعدة تصبح 5 multiply 4 plus 1 over 4 equal 21 over 4 إذن يمكن كتابة العدد الكسري 5 and 1 over 4 على صورة A over B بهذه الصورة 21 over 4 حتى نقوم بتمثيل هذه الأعداد على خط الأعداد يجب أن نقوم بتجزئته بطريقة مختلفة لاحظوا أن المقام هنا هو العدد 4 لذلك نقوم بتجزئة هذا الخط بهذه الصورة لاحظوا أن الخطوة الواحدة على خط الأعداد هي 1 over 4 لذا حتى نستطيع تمثيل العدد 11 over 4 يجب أن نتجه 11 over 4 وحدة إلى جهة اليسار لماذا؟ أجل لأن الإشارة سالبة والإشارة السالبة تعني الاتجاه إلى جهة اليسار السؤال الآن من أين يجب أن نبدأ؟ رائع نبدأ من العدد 0 إذن سننتقل من العدد 0 إلى اليسار بمقدار 11 and over 4 خطوة لاحظوا هذه النقطة تمثل negative 2 and 3 over 4 على خط الأعداد ولتمثيل العدد الثاني فإننا سنتجه إلى جهة اليمين لأن هذا العدد إشارته موجبة انظروا إلى الرسم إذن negative 2 and 3 over 4 plus 5 and 1 over 4 equal 2 and 1 over 2 سأقدم لكم الآن عزائي الطلاب طريقة حل هذه المسألة رياضيا تعلمنا سابقا أنه إذا كان العددان مختلفان في الإشارة فإننا نطرح القيم المطلقة لكل من العددين وتكون إشارة الناتج نفس إشارة القيمة المطلقة الأكبر دعونا نبدأ بالخطوة الأولى وهي إيجاد القيمة المطلقة القيمة المطلقة للعدد 5 and 1 over 4 equal 5 and 1 over 4 هو القيمة المطلقة للعدد negative 2 and 3 over 4 equal 2 and 3 over 4 الخطوة الثانية نقوم بعملية الطرح تصبح المسألة 5 and 1 over 4 minus 2 and 3 over 4 equal 2 and 1 over 2 في الخطوة الأخيرة نستعمل نفس إشارة القيمة المطلقة الأكبر ما هي القيمة المطلقة الأكبر عزائي الطلاب في هذه المسألة رائع أنها 5 and 1 over 4 والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ما هي إشارة هذا العدد أجل إنها إشارة موجبة إذن تصبح المسألة negative 2 and 3 over 4 plus 5 and 1 over 4 equal 2 and 1 over 2 دعونا ننتقل سويا الآن إلى صفحة 33 من كتابك المدرسي عزيز الطالب المثال الثاني استعمال خواص العمليات للجمع والطرح نص المثال تشكل قوة الجاذبية مع قوة الدفع محصلة القوى المؤثرة في نموذج الصاروخ كما في الشكل المجاور قوة الدفع 1 and 1 over 2 نيوتن قوة الجذب negative 0.49 نيوتن المطلوب أوجد محصلة القوى المؤثرة في الصاروخ بوحدة لنيوتن تكرما أوقف الفيديو عزيز الطالب وتتبع حل المثال بصريا في كتابك المدرسي شكرا لكم دعونا نتناقش سويا في هذا الحل الخطوة الأولى نكتب المسألة الرياضية التي تعبر عن محصلة القوى وهي كالتالي negative 0.49 plus 1 and 1 over 2 لكن تذكروا عزيز الطلاب أن عملية الجمع هي عملية تبديلية أي أنه يمكننا كتابتها في أي ترتيب النشاء دعونا هنا نقوم بتغيير الترتيب فتصبح 1 and 1 over 2 plus negative 0.49 بما أن الإشارات مختلفة فإننا نطبق القاعدة التي تقول عند جمع عددين إشاراتهم مختلفتان نطرح القيم المطلقة ونستعمل إشارة القيم المطلقة الأكبر لكن قبل أن نقوم بعملية الطرح يجب أن نتذكر أنه يجب تحويل العدد الكسري 1 and 1 over 2 إلى كسر عشري ليصبح 1.5 فتصبح المسألة 1.5 plus negative 0.49 لاحظوا أن إشارة القيم المطلقة الأكبر هي الإشارات الموجبة إذن بعد إجراء عملية الطرح نحصل على 1.01 إذن محصلة القوة المؤثرة في الصاروخ هي 1.01 نيوتن أما الآن فقد جاء دوركم أبطال الصف السابع في كتابك المدرسي صفحة 33 حاول أن تحل أوجد ناتج جمع أو طرح الأعداد النسبية أدنى تكرماً أوقف الفيديو وقم بحل التدريب شكراً للمحاولة إليكم الحل الفرع A negative 2.5 plus negative 5 and 6 over 10 تذكروا القاعدة التي تقول أنه عند جمع عددين إشاراتهما متماثلتان فإننا نجمع القيم المطلقة ونستعمل نفس الإشارة تصبح المسألة negative 2.5 كما هي plus تذكر عزيز الطالب أنه حتى نقوم بجمع عددين نسبيين يجب أن نجعلهما في نفس الصورة فلذلك نقوم بتحويل عدد negative 5 and 6 over 10 إلى صورته العشرية التي تساوي negative 5 point 6 فتصبح المسألة negative 2.5 plus negative 5 point 6 بما إن الإشارات متشابهة فإننا نقوم بجمع القيم المطلقة إذن نجمع العددين 2.5 plus 5 point 6 ونحافظ على نفس الإشارة ليكون الناتج negative 8 point 1 قبل أن أبدأ بالفرع بي دعونا نسأل السؤال التالي ما الطريقة التي يمكنك استعمالها لإيجاد إجابة الجزء بي أجل نكتب جملة الطرح بصورة جملة جمع مكافئة باستعمال النظير الجمعي والخطوة الثانية نعيد كتابة العدد الكسري في صورة كسر عشر تصبح المسألة negative 4.4 plus لكن قبل أن نقوم بتكملة هذه الجملة يجب أن نقوم بتحويل العدد الكسري إلى صورة عشرية إذن 1 and 1 over 2 equal 1.5 تصبح المسألة negative 4.4 plus 1.5 لاحظوا هنا الإشارات مختلفة إذن فإننا سنقوم بطرح القيم المطلقة مع الحفاظ على إشارة القيم المطلقة الأكبر لاحظوا أن القيم المطلقة الأكبر هنا إشارتها سالبة فيكون الناتج بعد عملية الطرح هو negative 2.9 ننتقل للفرح negative 135.4 plus 78 and 1 over 2 في هذه المسألة الإشارات مختلفة قبل أن نقوم بعملية طرح القيم المطلقة يجب أن نقوم بتحويل العدد الكسري 78 and 1 over 2 في صورته العشرية كما يلي لاحظوا أعزائي الطلاب أنه يساوي 78.5 بما أن الإشارات مختلفة فإننا سنقوم بطرح القيم المطلقة ونحافظ على إشارة القيم المطلقة الأكبر ما هي القيم المطلقة الأكبر هنا أعزائي الطلاب رائع أنها 135.4 إذن ستكون إشارة الناتج إشارة سالبة فتصبح المسألة بعد عملية الطرح والحفاظ على الإشارة تساوي negative 56.9 أما الآن اسمحوا لي أن أنتقل بكم في رحلة صيد شيقة إلى صفحة 33 المثال الثالث إيجاد المسافات على خط الأعداد إليكم نص المثال نظر صياد من فوق حفة قاربه فرأى سمكة عند بعد 0.4 متر تحت مستوى سطح البحر إذا كان طول شبكة الصياد 1 متر ومقدار 0.5 منها فوق مستوى سطح البحر فهل يمكن للصياد استياد السمكة؟ وضح إجابتك انظروا إلى خط الأعداد المرفق عند النقطة negative 0.4 موقع السمكة السؤال الآن ما هو مستوى سطح البحر يا زيال الطلاب كما تعلمنا سابقا؟ رائع إنه العدد 0 ما مقدار الشبكة فوق سطح البحر؟ رائع إنه 0.5 فضلا عزيز الطالب أوقف الفيديو وتتبع حل المثال بصريا في الكتاب شكرا لكم دعونا نتناقش في حل المثال سويا لإيجاد المسافة بين أي نقطتين على خط الأعداد دائما أوجد القيمة المطلقة للفرق بينهما فتصبح جملة الطرح داخل رمز القيمة المطلقة 0.5 minus negative 0.4 كما تعلمنا سابقا أنه يمكن إعادة كتابة جملة الطرح في صورة جملة جمع مكافئة باستعمال هذير الجمعي فتصبح المسألة داخل رمز القيمة المطلقة 0.5 plus 0.4 بما أن الإشارات متماثلة فإننا نجمع القيمة المطلقة لتصبح المسألة داخل القيمة المطلقة 0.9 أخيرا فإننا نستعمل نفس الإشارة بما أن الإشارتان موجبتان فإن إشارة الناتج تكون موجبة ليكون الناتج 0.9 طريقة حل أخرى يمكن كتابة مسألة الطرح بهذه الصورة داخل القيمة المطلقة negative 0.4 minus 0.5 ثم نعيد كتابة عملية الطرح بصورة جملة جمع مكافئة باستعمال نظير الجمعي لتصبح داخل القيمة المطلقة negative 0.4 plus negative 0.5 أيضا بما أن الإشارات متماثلة فإننا نجمع لتصبح المسألة داخل القيمة المطلقة negative 0.9 تذكر القيمة المطلقة تجعل ما بداخلها عدد موجب فتصبح النتيجة 0.9 إذن هل يمكن الصياد استياد السمكة؟ نعم يمكنه ذلك لأن السمكة تبعد عن مكان الذي يمسك فيه الصياد بالشبكة مسافة 0.9 متر وبالتالي يستطيع استياد السمكة بشبكة طولها 1 متر أما الآن فقد جاء دوركم لتطبقوا ما تعلمتموه من فيديو اليوم في صفحة 33 حاول أن تحل يسبح غواصان عند عمقين مختلفين تحت مستوى سطح البحر يسبح الغواص الأول عند negative 25.5 قدم والغواص الثاني negative 40.75 قدم المطلوب كم يبعد الغواص الأبعد عن سطح البحر عن الغواص الأقرب إلى سطح البحر انظر إلى الصورة الغواص الأول عند عمق negative 25.5 والغواص الثاني عند عمق negative 40.5 أوقف الفيديو وقم بحل التدريب شكراً للمحاولة إليكم الحل لإيجاد المسافة بين أي نقطتين فإننا نوجد القيمة المطلقة للفرق بينهما فنعبر عن المسألة بالجملة الرياضية التالية داخل القيمة المطلقة negative 25.5 minus negative 40.75 يمكن أن نقوم بأعادة ترتيب المسألة كالتالي داخل القيمة المطلقة negative 40.75 minus negative 25.5 السؤال هل الترتيب يؤثر على النتيجة؟ رائع الترتيب هنا لا يؤثر على النتيجة لأننا سنقوم بحساب القيمة المطلقة للناتج وهذا يساوي داخل القيمة المطلقة negative 40.75 plus 25.5 لاحظوا أن الإشارات مختلفة نقوم بطرح القيمة المطلقة ونحافظ على إشارة القيمة المطلقة الأكبر فتصبح المسألة داخل القيمة المطلقة negative 15.25 السؤال لماذا كانت إشارة الناتج سالبة؟ أجل لأن القيمة المطلقة الأكبر هي ذات إشارة سالبة وهي العدد negative 40.75 ويكون الناتج 15.25 السؤال لماذا يجب أن تكون إشارة الناتج موجبة؟ رائع لأننا نقوم بحساب المسافة والمسافة والمسافة دائما عدد موجب إذن يبعد الغواص الأبعد عن الغواص الأقرب إلى مستوى سطح البحر مسافة 15.25 قدم شكرا لكم وإلى اللقاء في درس جديد من دروس الرياضيات للصف السابع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم